مشاهدين الكرام أهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم المتجدد وفي هذا البرنامج الخاص نسلط الضوء حول تقرير خبراء مفوضية حقوق الإنسان الدولية بشأن حرب إثيوبيا مع جبهة تحرير شعب تيجري وهذا التقرير يشمل منذ اندلاع هذا الحرب وإلى الآن معي في الاستوديو الأستاذ كامل شمسو عضو البرلمان الإثيوبي لكي نتحدث باستفادة حول هذا الموضوع كونوا معنا شكراً جزيلاً الأستاذ كامل شمسو لموافقتك لهذه المقابلة شكراً لكم الحكومة الإثيوبية أعطت خيار السلام لجبهة تحرير شعب تيجري لكي تعود إلى رشدها وتتحدث مع الحكومة ويتم تسوية الخلاف بطريقة سلمية ولكن الجبهة شنت حرب ثالثة على إثيوبيا كما تدور الآن والتي بدأت قبل حوالي شهر تقريباً ماذا يدل هذا الإقدام من الجبهة إلى هذا الحرب بالرغم من دعوة إثيوبيا للسلام خير بسم الله الرحمن الرحيم طيب نعم كما تفضلت أن من طبيعة هذه الجبهة أنها جبهة تؤمن بالحرب ولا تؤمن بخيار المفاوضات وخيار السلام عندما يعني الشعب الأثيوبي خرج بكرت أبيه وقومها وازال حكمها يعني هي رجعت إلى منطقتها التي يعني نشأت فيه لا تقريباً وحتى بعدما عاد سياسيها وممراء الحرب الذين الآن يدرون الحرب في كل أماكن الحكومة يعني رتبت ومنسقت مع الجهة التي تريد السلام والحوار في ذلك الوقت ورسلت هناك عدة شيوخ شيوخ يعني للمصالحة ولإنهاء يعني الشد والجذب في ذلك والحقبة أو أيام التغيير يعني لكن هي كانت تدقنا قوسى الحرب وتضرب طبول الحرب في ذلك الوقت ويعني جرت الحكومة إلى الحرب وعانلت الحرب وغدرت بالقوة المسلحة الموجودة في المنطقة الشمالية ومن ذلك الوقت يعني الحكومة حاربتها وأخرجتها من تغيراي ولكن لم يتم السيطرة الكاملة على هذه الجبحة وبعضهم دخلوا في الغابات وفي المغارات وجمعوا قواهم وحاربوا الجيش والحكومة في ذلك الوقت أيضا خرجت من تغيراي من مقالة حفاظا على أمن المواطنين وعلى سلامتهم وحتى تعطي الفرصة لهذه الجبهة لكي تفكر مرة ثانية وترجع إلى خيار السلام خيار المفاوضات خيار العطاء والأخذ لكن هي ذهبت عكس ذلك جمعت قواها من الداخل والخارج ونسقت مع أعداء السلام لهذا البلد مع أعداء إثيوبيا كلهم على كل المستويات وشنت الحرب وحتى استطاعت أن تسيطر على القاليم المجاورة مثل القليم عفر لا دخلت العمق عفر ودخلت العمق أمهارا لكن الحكومة أيضا في ذلك الوقت جمعت الشعب والشعب لا يريد هذه الجبهة هو حملها على أعتقية لمدة 27 سنة يأس منها ويلا تعرف الديمقراطية لا تعرف حقوق الإنسان والشعب لا يريد أن تعود هذه الحكومة المستبدة على أعتقية مرة ثانية خرج الشعب ووقف مع الحكومة مع الجيش وثم طردوها وردوها إلى تقرايم وعلنت الحكومة أيضا مع أنها في ذلك الوقت تستطيع أن تدخل لعمق تقرايم وتسيطر على المقالة ولكنها تجنبا لراقة الدماء وتجنبا أيضا من إزهاق الأرواح المواطنين العزل توقفت أو أوقفت الحربة على حدود التقرايم بعدما طهرت أو أخرجت من كل أماكن التي سيطرت عليها الجبهة سواء من عفر أو من أمهارها كلها يعني تركتها هذه الجبهة لكي تنظر في الأمر وأعلنت الحكومة أيضا يعني إيقاف الحرب الهدنة من جانب واحد يعني الهدن الأحادية والهدنة هذه استمرت إلى تقريبا لمدة خمسة أشهر وأثناء هذه الهدنة يعني الحكومة كانت تدعو إلى الحوار للسلام والحكومة يعني أعلنت أن نيتها أنها لا تريد أن تستمر هذا الحرب لأن هذا الحرب تضرر منها شعبنا في تقرايم ويعني الحكومة تريد إنهاء هذا الحرب بطريقة المفاوضات وكونت لجنة يعني رفيع المستوى لجنة مثل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير يعني العدل ومناس خبراء ومن كل الأطياف كونت هذه اللجنة حتى يتم بدء المفاوضة الحكومة أعلنت أنها بدون أي شرط بدون أي شرط مسبق يعني لا في المكان ولا في الزمان يعني مدى حب الحكومة أعلنت أن استعدادها للمفاوضة والسلام والحوار في أي مكان وفي أي وقت وفي ذلك الوقت هذه الجبهة أيضا كانت تضع بعض العراقيل وتقول أنها وكانت ترفض يعني الحوار الذي يقوده الاتحاد الأفريقي كانت ترفض ذلك وتقول أننا نريد مثلا كينيا الحكومة وافقت على ذلك ونحن قريبا يعني مع أن الشعب أو العالم المجتمع الدولي كان ينتظر أن هذا الحرب والصراع الذي يجري في الشمال ينتهي بطريقة سلمية وفاوضاتها أيضا غدرت وبدأت الحرب النفسية في أغسطس يعني 24 ما هذا يندل وإنما يدل على أن هذه الجبهة هي يعني منذ ولادتها هي تعشق الحرب ويتؤمن أنها لا تستطيع أن تعيش بدون حرب بدون قتال وتعرف أن الشعب الإيثيوبي بعد ما ذاق منها مرارة وذاق منها الولاة وراء حقيقتها أنها لا تستطيع أن تعود أو تعود إلى قيادة هذا البلد لكنها لا تريد تؤمن أن أي بلد لا تقوده هي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا تريد دولة يعني هي لا تقودها وتعيش بالسلام هي يعني الشعب أو العالمي يرى الآن واضحا مثل وضوح الشمس أنها تتعاون مع الجهات التي يعني وضعت على قائمة الأرهاب تتعامل مع أي جهة لزعزعة أمن هذا البلد ولإغراق هذا البلد إغراق هذا الشعب في الحرب الدموية لتتعامل مع كل الجهات التي العالم كله يعني وضعها على قائمة الأرهاب وهذه الجبهة مع أنها انتهكت كل القوانين الدولية من تجنيدها للأطفال وتجنيدها للشيوخ ويعني استخدامها موج البشرية هي هي في كل هذه الحرب ليست الأولى هي المرة الثالثة مرة الثالثة يعني أسلوبها وطريقة استخدامها للضعفاء للأطفال الذين ينبغي أن يعني توطى لهم المحمية الكاملة يعني هي تستخدم أو تخوض حرب بالموجات البشرية يعني وكذلك قامت بكل انتهاكات لحقوق الإنسان من قتل الجماعي للمدنيين العزل والمذابح غير قانونية واختصاب للنساء وحرق الممتلكات ويعني هدم لكل البنية التحتية مع ذلك العالم يعني لا يرى ما تقوم به هذه الجبهة يرى أو يريد أن يظهر أن الحكومة هي التي تخرق القانون يعني هذه الجبهة لا تريد السلام هي تريد يعني الحرب يستمر الحرب لكي تعيش ومع ذلك الشعب التغري يعيش في جوع وفي فقر مدقع وعدم الصحة وعدم الأدوية وكل هذا بسبب هذه الجبهة بسبب هذه الجبهة إذن يعني كما قلت الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت هذه الجبهة خلال هذا الحرب تم التغاضي عنها يعني عن عمد من قبل الإعلام ومن الجهات الحكومية وغير الحكومية خاصة الغرب قريبا خرج تقرير من مفاوضية خبر حوق الإنسان الدولية نشير إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة يعني يركز بشكل خاص على الحكومة في هذا الحرب منذ بداية وحتى الآن غاضة نطرف عن ما ارتكبت هذه الجبهة من الانتهاكات في إقليم ما يعافر وأمهر وتدمير البنية التحتية والمذابح وغيرها كما ذكرته آنفا ماذا يدل هذا الانحياز لهذه الجبهة يعني ما الذي يشير إليه نعم أولا لا بد من أن نعرف أن للغرب طموحات وأغراض سياسية في هذه المنطقة هم يعني أغراض يعني هم طموحات بعضها تكون ممكن سياسية واقتصادية لأن موقع إيتيبيا موقع مثير الجدل موقع استراتيجي أن أمن وسلامة هذا الخط باب المندب أو البحر الأحمر الخطوط هذه كلها كل الدول الغربية لها يعني مصالح فيها إذن هم يريدون دولة ضعيفة يملون عليها كل ما يريدونها وتنصع لمطالبهم لا يريدون دولة قوية تقوم لمصلحة شعبها لمصلحة بلدها عندما أي شيء يعارض مصلحة شعبها ومصلحة بلدها لا يريدون حكومة تقول لهم لا هذا أمر واحد بنبغي يعني أن يركز عليه جيدا هم يريدون حكومة حكومة يعني تقوم ضد الشعب لكن تخدم مصالحهم حكومة TPLF يعني أيام قيادتها لهذا البلد هي بمثابة نستطيع أن نقول عميلة لهم هم الذين رضعوها وغذوها وأتوا بها إلى سدة الحكم عاشت يعني على ذلك عندما جاءت هذه الحكومة الشعبوية التي يعني كل الأقليات التي كانت مثلا تدفع إلى الطرف بأسامي مختلفة مثلا أحزاب المساندة وكذا جاءت الآن للوسط جاءت الصوماليون للوسط العفاريون للوسط الهراريليون وبنشان كل هذه يعني الآن هذه الحكومة الحالية هي حكومة يعني اتحدت فيها صوت الجميع ورأى فيها كل من له رغبة لخدمة شعبه والمشاركة السياسية بدون أي عرق لأن يشارك فيها إذن مثل هذه الحكومة لا تركع لرغبات الآخرين تقدم رغبة شعبها رغبة الوطن هدف الوطن وما تفضل بمتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أصدرته قريبا شيء يعني غريب جدا لماذا؟ لأن هناك لجنة مشتركة من حقوق هيئة حقوق الإنسان الإثيوبية وجميع العموبية لحقوق الإنسان التابعة للممتدة قامت يعني البحث ولي يعني ترقب وجمع على دلة لكشف ملابسات هل هناك ارتكاب جمع الرائم الحرب من جهتين هم الآن تركوا هذه اللجنة وكونوا لجنة فيها ثلاثة عضاء يعني يقولون خبراء يقولون قامت واصدرت تقرير السؤال المهم هنا ماذا توصل إلى ما قامت عليه إلى ما قامت به اللجنة المكونة المشتركة هذا سابقا هل تقريره هذه اللجنة المصغرة تابعة لتلك اللجنة ما هي يعني المشكلة التي لحظت في التقرير الأول في التحقيقات السابقة هذا واحد وفي هذا التقرير أيضا في هذا التقرير نفسه أشاروا إلى أن في هذا التقرير نقص ما هو هذا النقص؟ قالوا عدم إمكانية الوصول إلى أماكن الانتهاكات حقوق الإنسان عدم وجود وقت كافي عدم وجود قوة العاملة الكافية إذن كيف توصلوا مع وجود هذه العراقل لكلها العراقل والعيوب والعيوب كيف توصلوا حتى يعني هم في تقريرهم الشيء الغريب في تقريرهم والذي الآن أصدروا قالوا يعني من ضمن المستندات التي يعني استندوا إليها قالوا حسب ما سمعنا من المصدر الموثوق ما صرحوا ومصدر الموثوق هذا منهم ممكن يعني أناس أطباء مهنيين تابعة لهذه الجبهة جيوش ولاجئين وهذه كلها الذين توصلوا إليه يعني شوف أي تقرير يعني الذي يوصل إلى هل هناك ارتكاب جرائم حرب أو انتهاك حقوق الإنسان شيء ينبغي له معايير له معايير وشروط وله شروط وله آلية ما تبع تلك الآلية إذن هذا أمر والأمر آخر أن هذه المؤسسات مؤسسات يعني يسيسها الغرب كما يريد لا ما تقوم به ليس شيء مهني يعني مئة في المئة هم يسيسون في جهة معينة تدفعهم أو ممكن تدفع لهم وتدفعهم أيضا لكي يقولوا ما تريده تلك الجهة حتى لا يعرونوا الاهتمام لا يعرونوا الاهتمام للمعايير الدولية للقوانين الدولية والعراف الدولية كلها لا يريدون لها أي لا يقولون أي اهتمام هذا شيء يعني مخزي جدا يعني إذن أحسنت ما فعلته الحكومة ردت عليه رفضت رفض تام وهذا شيء والأمر الثالث طيب هم إذا قالوا أن حكومة الفدرالية قامت بانتهاك حقوق الإنسان طيب أقل شيء لماذا لم يظهروا حتى يعني ممكن يضللوا عقول البسطاء عقولنا طيب يمكن لهم تضهلنا أيضا لماذا لم يقولوا لم يأتوا بما فعلت بما قامت به من جرائم حرب وانتهاك وكل إنسان من تجيش للأطفال واغتصاب للنساء وقتل الأبرياء بدم بارد لماذا لم يزيدوا على هذا أيضا هذا حتى يعني من ضمن هذه اللجنة في إمراه اسمها كارين هذه لو رجعت إلى ملفة الشخصية بروفايل حقها في تويتر كانت تشارك كل ما يقوله كل ما يكتبونه كانت تنشر أفكارهم كل ما يبدو منهم نعم كأنها هي ناشطة بتاعهم يعني تابعة لهم يعني هذا يؤكد أن هذه اللجنة منذ تكوينها مشبوهة بها يعني مشبوهة بها إذن الحكومة الإثيوبية عندما عرفت أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان من قبل جيشها الرسمي أوقفتهم أمام العدالة قدمتهم للعدالة وحكمت عليهم وبعضهم يعني الآن في السجن بعضهم في السجن فاهم كيف تؤمم هذه اللجنة وتقول أن الجيش الإثيوب يرتكب الجيش هذا جيش مشهود له هو الجيش الذي كانوا يعني يرسلونه إلى دول مختلفة لحفظ الأمن ضمن قوات الأمن المتحدة نعم قوات الأمن للإتحاد الإفريقي في الصومال في أبي في جنوب بين يعني سودانين المنطقة المتنازعة المنطقة المتنازعة لها إلى كونغو إلى أماكن مختلفة جيش هم أنفسهم اعترفوا بنزاهته بمهنيته والآن يتهم ونابل الجيش فيه ترى تناقضا بين في هذا التقرير نفسي يعني نستطيع أن نتوصل أن الجهات وإن لم نستطيع أن نقول كل الجهات الغربية بعض الجهات الغربية أو بعض الحكومات الغربية أو الدولة الغربية تقف وراء هذه الجبهة التي لا تريد السلام لهذا البلد ولا تريد السلام لشعبها الذي يعني عاني الويلات من حربها ولم يسكن نعم ولم يجد أي استقرار يعني هذه الجهات الخارجية تستخدم مثل هذه المؤسسة المؤسسة التي ينتظر منها أن تكون مهنية تكون نزيهة أن لا تكون محايدة لأي جهة لكنها في هذه الفترة رأينا أنها وقفت مع الجاني وتظلم المجنى عليه الجاني هو تي بي أل إف والمجنى عليه والشعب الهيوبي لماذا لم يذكر ما فعلته هذه الجبهة في أعفار من حرق للكنائس وللمساجد وحرق للكتب المقدسة من المصاحف والكتب الدينية لماذا لم يذكر ما فعلته في في واقمرة في أمهارة في سقطة في منطقة أوروميا في الشمال افتكاب جرائم حرب حتى في بعض تقاريرهم هم نفسهم اعترفوا بذلك لكن في هذا التقارير لم يشيروا لم يشيروا لأي شيء حتى إلى محاولة الحكومة إدخال المساعدات الإنسانية شوف هم يقولون هم يقولون أن الحكومة استخدمت سياسة التجويع يا أخي الحكومة فتحت البر والجو في الأسبوع مرتين يعني طائرات تأخذ المساعدات وهناك يوميا يوميا شاحنات تأخذ المواد الغذائية والأدوية إلى هناك بدون أي تحديد لكن أين تذهب هذه الأدوية وهذه الأغذية وهذه المساعدات هذه الجبهة تسرق من الشعب حتى قريبا يعني هناك يعني موثق بالفيديو موثق بالصور أن عندما دخلت جيش اليثوبي إلى أماكن التي هي هذه الجبهة تسيطر عليه هناك في الكهوف يعني أكياس تأتي من الأمم المتحدة بالغذاء تم إخفاؤها تم إخفاؤها في الكهوف فاهم إذن يعني كيف يتهمون أن الحكومة هي لا ترسل أو الحكومة استخدمت تجويع كسلاح عرب هذا شيء ظلم ظلم للحكومة ظلم لحقائق أيضا يعني ما قالوا عندما هي سرقت وقود من الأمم المتحدة لم يدخلوا شيء مخزي جدا شيء مخزي ومحزن ومضحك جدا أيضا يعني سرقت الأدوية وسرقت الأغذية والأدوية وحتى الوقود التي توزع بها هذه المساعدات إذن كيف يتهمون الحكومة إذن كل هذه الاتهامات يعني جاءت من سياست من سياستهم لإخفاء الحقائق وللضغط على الحكومة بطريقة غير شرعية وطريقة غير قانونية وطريقة غير أقلانية كما ذكرت وآني فان يعني هذه بعض وصائل الإعلامة الغربية وخاصة الجهات مثل خبراء حقوق الإنسان الدوليين وذكرت أن إحدى هذه المشاركة في البحث يعني عندها سجل يعني تشارك مع الجبهة كأنها ناشطة وتابعة لهم يعني هذه الوسائل يعني منذ اندلاع الحرب كانت تروج أخبار زائفة أخبار مفبركة وحتى عندما وصلت الجبهة إلى مشارف المدينة كأنها كان المدينة غير أمنة وبعض السفارات اضطرت إلى خارج رعاة يعني يعني أنت كذلك تشارك في بعض وسائل الإعلام لإبراز هذه الحقيقة ماذا ينبغي من الإعلاميين وغيرهم من الثوبين المحبين الوطن لمكافحة والرد على هذه التضليلات الإعلامية نعم يعني وسائل الإعلام الغربي وسائل المسيس يخدم سياسة الغرب يخدم الهيمنة الغربية على دول النامية هذه وسائل العلام يعني منذ بداية هذا الحرب كلما يروجونه كلما ينشرونه يعني كله أو جله أو أغلبه مشبوفي ليس واضح ليس صحيح يزايدون عندما يعني شوف طريقة عرضهم لأخبار هذا الحرب حتى عندما الجبهة تتقدم ولو شبر يضخمون يقولون أن الجبهة تقدمت اليوم ممكن إذا تقدمت كيلومتر هم يجعلون ومئة كيلومتر عندما هي قربة يعني شوية توسعت إلى مناطق أمهرة أو عفر يعني ماذا كان دور يعني الوسائل الغربية هو الترويج لأن الديس ستسقط قريبا أو حتى بعضها قالت هي الديس محاطة والدول الغربية أخرجت دبلوماسيها وصفرائها أعلنت يعني كذا هذا أظهر نوايهم الحقيقي ليس ما يجري على أرض الواقع لكن ماذا يريدون ماذا ينيون يريدون أن تأتي الجبهة لو استطاعوا لو كان بإمكانهم يأتوا بها يعني ورود مفروشة يأتوا بها إلى العرش يعيدوها إلى قيادة البلل لكن الشعب رفض والغريب في تلك الفترة هناك يعني وكالة الأنبالي كانت تقوم بمقابلات يعني من العرسان الذين جاءوا من بلدان مختلفة لكيقضوا شهر العسل نعم في ودينة فين فين يعني في أديسة يعني في تلك الفترة يعني شيء نعم حتى في تلك الفترة في سياحة يأتون في ناس يأتون للعطلة يقضوا العطلة هنا الصيف كان في العالم الآخر كان وقت الشتاء في وقت الحر وكذا وشوف عندما هي تتقدم يقولون الحكومة لازم تستسلم لازم تتفاوض لازم كذا لكن عندما هي تضرب عندما الحكومة يعني تقوم بواجبها الاتجاه الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن المواطنين يقولون لازم تجلسوا لازم تحاوروا لازم كذا لازم إن دون معايير مزدوجة إذن ماذا ينبغي أن نقوم بهذا والسؤال المهم للانتفض أولا لا ينبغي أن نلتفت إلى ما ينشرونه نسمع ونعرف لكن نستمر في العمل وينبغي أن يعني نفضح أكاذيبهم هذه بالحقائق الموجودة يعني إذا جاء الحق يزهق الباطل هذا الباطل ليس له أساس كله مبني على الكذب كله مبني على التضليل كله مبني على النفاق كله مبني على الازدواجية على معايير غير إنسانية إذن أنا أقول للمحبي إيثوبيا وللإعلاميين سواء في الداخل أو في الخارج وللنشطاء عن يفضح كل حقائقين مثلا الشيء الغريب قريبا الحرب الأخيرة الذي يعني الآن نحن في سدده الجبهة اشتكت وصرخت وقالت أن حكومة الفدرالية هي التي بدأت الحرب علينا لكن الشيء الغريب ماذا تعرف فيه خطاب مكتوب يقول يعني التاريخ فيه يوم 23 أغسطس 2022 الحرب بدأوا يوم 24 شوف هم نشروا هذا الخطاب قبل قبل يوم بدأ الحرب نعم هذا يري ماذا أن هم كانوا مستعدين انفلت من أيديهم لا أظن أنهم نشروا هذا الخطاب عمدا يعني أرسل إلى كل الجهات أن الحكومة يعني فتح لم يفتح في يوم الذي نشروا الخطاب لم يبدأ يبدأ الحرب شوفت مثل هذه الحقائق عندنا لازم ننشرها ولازم نعرف وأن لا نيأس الحق هو دائما هو الذي يعلو نانوى صاحب الحق إثبيون ييسوا صبروا على هذه حكومة TPLF سبع عشر سنة صبروا عليها ثم عندما ييسوا أنها حكومة لا تتغير تنتقل يعني من السيل الأسوأ من السيل إلى أسوأ كانت دكتاتورية وهي يزداد يوم بعد يوم وأنها دخلت في طريق مسدود وعمي بصرها وأنها لا تنظر إلى الوراء لا تنظر يمنتون ولا يسر حينها خرج الشعب وأنبكر تعبيه وأسقط عن أنكهيله يعني إذن الآن الشعب الإثيوبي هو اختار حكومة رأى أنها في صالحه تصلع له وتخدم مصلحته لكن الغرب لا يريد ذلك على رغم يعني ما يقوم به المؤسسات الغربية أو الحكومات الغربية أو الدول الغربية لا ينبغي أن نحن ينبغي أن نتوحد وأن ندافع عن بلدنا وأن ندافع عن حقوقنا وأن نحتفظ على ثمرة نضالنا وثمرة ثورتنا الشعبوية هذه هذه لا نتركها لجهة معينة لا نتركها لا للحكومة لا للسياسيين لا للعسكر ولا للجيش كل يقوم بواجبه حيث هو هذا الذي أنا أدعو إليه جميع النشطاء تضليلات وسائل الإعلام الغربية هي صحيح لا ينبغي أن نسكت عليها كلما هم يأتوا يفبركهم يفبركون يخترعون حتى الصحفيين يعني يريدون أن يجعلك في مأزق في وضع صعب لكن إذا كشفت الحقيقة واشر يسقط يسقطون نعم لا بد من إفحامهم لا بد من إفحامهم بالحقائق يعني إذن كل النشطاء وكل العلاميين وكل السياسيين وكل الأحزاب السياسية وكل الشعب هذه قضية قضية ليست قضية أيديولوجية قضية يعني في صالح ذلك الحزب أو هذه قضية مصرية أو سيادة الوطن قضية مصرية لكل جميع أو الوطن يقدم يقدم من كل جميع ثم يأتي بعد ذلك أتى أتباد ذلك على آراء المختلفة إذا استقر استتب الأمن والاستقرار في هذا البلد أنت ممكن تبيع آراءك أفكارك تنشرها إذا الناس قبلوها تمشي بها إذا الناس يختاروا رأي آخر أنت تحترم رأي الآخرين إذا الآن للدفاع عن الوطن كل ينبغي أن يقوم بواجبه شكرا جزيلا للمستاذ كامل شمس لهذه المقابلة وعودة أخرى إن شاء الله قريبا في موضوع آخر مشاهدين الكرام نشكركم أيضا لمتابعتكم هذه الحلقة وحتى جديد اللقاء وموضوع آخر نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة